أخطر شخص ممكن يدمر حياتك هن بالحقيقة ست أشخاص أول خمس أشخاص بدنا ناخدهم بالمعنى السلبي وآخر شخص بالمعنى الإيجابي طيب كيف بيدمر حياتي بالمعنى الإيجابي هيدا الشي رح نحكي عنه بآخر نقطة أول شخص هو الشخص المهووس فيك كتار من بسط لما نعرف إنه هيدا الشخص مهووس أنا بفرح لما أعرف شخص بحبني هيدا شي بيدعو للسعادة كتير كلنا منحب كلنا كبشر منحب نكون محبوبين شئنا أم أبينا حتى إذا قلنا آخر هم الناس وآخر هم العالم وأنا عندي اكتفاء كلنا منحب إنه نكون محبوبين ولكن مش يعني الفرق بين الناس يعني فيه أشخاص يصابون بالتعلق المرضي وبضعف الشخصية ولا فيه ناس بيكون عندهم قوة شخصية وما بيصير في عندهم تعلق مرضي إنه أول قسم اللي بيصير عندهم تعلق مرضي وضعف شخصية هن بيربطوا قيمتهم وثقتهم بنفسهم بيربطوها بحب الآخرين لإلهم وبيعتمدوا استمداد القيمة من الآخرين أما الشخص الثاني هو صحيح بيحب الناس إنه تحبه بيحب يكون محبوب ولكنه لا يستمد قيمته ولا ثقته بنفسه من حب الآخرين لإلوه سواء كان محبوب أو لا طيب لقلنا الشخص المهوز فيك هو ممكن يدمر حياتك ولقلنا صفة الهوس صفة بشعة لأنه الشخص المهوز فيك هو إعادة بيشوفك كأنك شخص خارق سوبرمان أو سوبرومان كأنك من خارج كوكب الأرض وكأنك يعني ما فيك ولا أي نقطة ضعف ولا أي عاب وبالتالي لما يتقرب منك ويحتاج فيك ويشوفك شخص عادي ممكن تغلط ممكن تزعل ممكن يكون عندك نقاط ضعف ممكن يكون عندك عيوب كل إنسان عنده عيوب وبالتالي لما يشوفك عن قرب ويشوفك إنك إنسان واقعي مثلك مثل باقي البشر هوسه رح يتحول لعداوة وممكن هيدا الشخص يصير يطالبك بأمور أنت بالحقيقة هو كان متوقع أنك أنت ممكن تعمله إياه نظراً توقعاته الكبيرة لأنه هو مثل ما قلنا مهووس وشايفك سوبرمان أو سوبرومان فهون لما ينصدم بالواقع رح يعتبر أنه أنت عدوه أو أنه أنت خدعته أو منافق أو كذبت عليه أو مش عم تعطيه حقوقه وبالتالي الشخص المهووس فيك رح يتحول لأكبر عدو ولأكبر مدمر لحياتك الثاني شخص للأسف هو الشخص اللي بهينك وبيشتمك لفظياً أو حتى جسدياً وبيأذيك من بعدها بيجي بيقلك بس أنا كنت معصب أنا قلبي طيب يعني الشخص اللي بيتحجج دايماً من بعد كل إهانة وكل أزيب بيأذيك إياها بيجي بيتحجج وبيبرر أفعاله أنه هو كان معصب ولكن هو قلبه طيب قلب طيب مش مبرر لأي شخص أنه يأذيك أو يهينك أو حتى يتعدى على مساحتك وبالتالي هيدا الشخص اللي دايماً عم يعمل هيدا التصرف تحت حجة أنه هو كان معصب وقلبه طيب هيدا رح يدمر حياتك لأنه بكل مرة أنت رح تسامه وتعطيفه سوى ومش رح يتغير وكل مرة رح يتمادى بإهانته وأزيته أكتر وأكتر تالت شخص للأسف هو موجود بحياتنا بهيدا الزمن وخاصة بآخر خمس سنوات كتير انتشر بكل العالم ألا وهو العالم الجاهل مين هو العالم الجاهل؟ وأنا بدي حذركم منه إلى أقصى الحدود العالم الجاهل هو الشخص الذي يدعي المعرفة سبحان الله بتشوفه بيفهم بكل شيء بعلم النفس بيفهم بالسياسة بيفهم بالطب بيفهم بالتغذية بالطبخ بالرياضة بكل شيء بيفهم وبالدين وبكل الأمور ما فيه أي موضوع إلا ما بيفهم فيه وبيطلع وبيعطي نظريات وبالتالي الناس بتصدقه بتتأثر فيه وبيكون عم يعطي معلومات غلط وبالتالي هيدا الشخص بيدمر المجتمع مش فرد أو شخص واحد ممكن يدمر المجتمع بأكمله لأنه عم يعطي معلومات غلط ما إلى دليل أو مرجعية علمية رابع شخص هو الرجل المعقد من النساء أو المرأة المعقدة من الرجال شي يعني الرجل المعقد من النساء بما تكون على علاقة معه أنت كامرأة أو المرأة المعقدة من الرجال لما أنت تكون معه بعلاقة كرجل هيدا الشخص سواء كان رجل أو امرأة دائما رح يحطك موضع الابتهام والشكوك ورح يخونك مسبقا حتى إذا ما كنت أنت خاين ورح يكذبك مسبقا حتى إذا ما كنت أنت كذاب وكل الصفات السيئة رح يحطها فيك لإسقاط للعقد لعنده إياها وهيدي العقدة النفسية عند الرجل من النساء إما نتيجة لعلاقته السيئة مع أمه أو نتيجة لصدمة عاطفية سابقة من حبيبته من زوجته من طليقته نفس الشي بالنسبة للنساء قد يكون مشاكل تربوية وعلاقة سيئة مع الأم أو الأب أو حتى خزلان عاطفة أو تجارب صدمات عاطفية سواء مع زوجة أو طليقة أو حتى حبيبة السابقة وبالتالي هيدا الشخص لبعضه ما تشافه من عقدته من الجنس الآخر هيدا احتمال كتير كبير إنه يدمر حياتك خامس شخص هو الشخص المزاجي الرمادي يعني هيدا الشخص على مزاجه أوقات بيهتم وأوقات بيتجاهل مرة بيحبك ومرة ما بيحبك مرة بيغيب ومرة بيرجع هو مش عارف حاله شو بده من هيدا العلاقة يمكن مش قاصد يعمل هاك ويمكن قاصد يمكن هو شخصية حدية يعني مش قاصد يعمل معك هيدا التساري وممكن عن قصد عم يعملها عندها لاعب وبالتالي الشخص الرمادي بيسموه situationship يعني انت مش عارف حالك بالعلاقة شو لا صديق لا حبيب لا بده يرتبط ولا ما بده يرتبط يعني بخليك لا معلق ولا مطلق هيدا الشخص أيضا هيدمر حياتك ومستقبلك لأنه مش رح يعطيك كلمة وبالتالي أنا بنصحك هيدا الشخص ما تعتبر حالك مرتبط في عامل و بنفس أسلوبه وما توقف حياتك ومستقبلك على علاقتك معه آخر شخص الشخص اللي قلنا تدمير إيجابة هو الشخص اللي سامحك كتير وعطاك أكتر من فرصة وكان يضلوا يغفر لك أخطائك بالرغم من أنك كنت تغلط معه وتأذيه دايما كان يعطيك فرص ودايما كان يسامحك هيدا الشخص رح يوصل لمرحلة بيطفح الكال ويبطل قادر يسامحك أو يتحملك أكتر وبالتالي رح تلاقي هيدا الشخص انسحب من حياتك وتغير 180 درجة لما ممكن أنك ما تعرفه وتقول لا بطل عم بيسمحني وينه لا نسحب لا تركني لا نفر مني أنت بسببك هيدا عم يتحمل كان كتير هادي وكان قلبه طيب وكان متسامح وكان يسكت وكان يعطي فرص أنت اعتقدت أنك قادر تتمادى وقادر تضلك تغلط مدى الحياة وهو دايما رح يضله المتسامح واللي قاعد دايما يعطيك فرص لأ هيدا الشخص رح يوصل لمرحلة سواء كان رجل أو امرأة رح يطفح الكال ممكن ما تعرفه لا لأنه رح يروح روحة بلى رجعة وبالتالي الشخص اللي كان يسامحك ولي قلبه طيب لما ينسحب ولما ينفر فهو مستحيل أنه يرجع صحيح ما بيأذي صحيح ما بيهدد أو ما بيعمل مشاكل بانسحاب هو فقط ينسحب ويبتعد بصمت ولكن هيدا الانسحاب والابتعاد رح يصدمك لا ورح يدمرك لأن انت كنت تتوقع أنه هو طول الحياة رح يضله يسامحك ويعطيك فرص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر